اسم الدرس بعض الأمراض المعدية التي تصيب الإنسان مرض الرمض الوقاية من الأمراض الموضوع بعض الأمراض المعدية التي تصيب الإنسان مرض الرمض الهدف تعرف أعراض مرض الرمض وكيفية الوقاية منه أولاً أبحث العين عظو حساس يتعرض إلى أنواع مختلفة من الأمراض أسمي بعضها الإجابة من بين الأمراض التي تصيب العين هي الآتية طول النظر قصر النظر جفاف العين إصابة القرنية التهاب العصب البصري الرمد الحول عدم تمييز الألوان أسمي بعض الحشرات التي تنقل الأمراض إلى الإنسان الإجابة الإجابة الحشرات التي تنقل الأمراض إلى الإنسان البعوض الذباب البراغيس ثانياً الإشكالية نهض شادي صباحاً فوجد صعوبة في فتح عينيه وتحمل ضوء الغرفة ما به يا ترى الإجابة شدة حساسية العين للضوء والإحساس بالانزعاج عند تسليط الضوء على العين علامة من علامات الإصابة بالرمد وهذا يعني أن شادي مصاب بهذا المرض ثالثاً أتثبت أختار الإجابة الصحيحة وأعلل جوابي تعجز العين السليمة عن تحمل ضوء الشمس الضوء العادي الضوء الصاطع الإجابة تعجز العين السليمة عن تحمل الضوء الصاطع عندما يصاب أحد إخوتك بمرض معد مرض الرمض مثلاً كيف تتصرف لتحمي نفسك من العدوى؟ الإجابة لأحمي نفسي أحرص على عدم مشاركة المريض في استعمال نفس المنشفة مثلاً التي قد تسبب لي العدوى لتواجد مفرزات المريض العينية مكافحة الذباب عدم التواجد معه في نفس الغرفة ويجب عزله عن بقية أفراد الأسرة رابعاً أطبق أقرأ أنواع المرض والإصابات وأبحث عن الخاصية معدن غير معدن ثم أمثلها في مخطط الرمض الجرب الحول السل قصر البصر عدم التمييز بين الألوان الشلال الإجابة المرض معدن غير معدن الرمض الجرب الحول السل قصر البصر عدم التمييز بين الألوان الشلال أتأمل الصورة وأسمي أعراض مرض الرمض الإجابة أعراض مرض الرمض التي نلاحظها في الصورة انهمار دمع غزير احمرار الملتحمة وتفخمها هبوط في جفن مصاب العلوي من العين هل تعرف أعراضاً لا ترى بالعين مجرد أذكرها الإجابة حرقة في العين شعور بثقل الجفن العلوي ولزوجة خاصة عند الاستيقاظ ظهور حبيبات على الوجه الداخلي للجفن الإحساس بحكة شديدة في إحدى العينين أو كلتيهما طيلة النهار وأثناء الليل شدة حساسية العين للضوء والإحساس بالانزعاج عند تسليط الضوء على العين شعور المصاب بالرمض بوجود جسم غريب في العين أقدم نصيحتين تقيان الإنسان من عدوى الإصابة بمرض الرمض الإجابة للوقاية من عدوى الإصابة بمرض الرمض يجب تجنب استعمال مناشف ومناديل الآخرين العناية بنظافة اليدين والعينين خامساً عالم النظافة واحترام قواعد حفظ الصحة بالنسبة إلى الجسم والمنزل والمدرسة والمحيط هما الشرطان الأساسيان لوقاية العين من الأمراض سادساً أقيم مكتسباتي نام الرضيع فغطت أمه وجهه بقطعة قماش شفافة ونفوذة للهواء لماذا؟ الإجابة تعمدت الأم تغطية رضيعها بقطعة قماش شفافة ونفوذة للهواء حرصاً منها على عدم تعرضه إلى الذباب الذي من الممكن أن يكون حاملاً لبعض الأمراض المعدية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر